الطريقة الثانية من طرق معالجة الإرادات المقدمة هي إثبات المبلغ المحصل على أنه إراد وبالتالي في ظل هذه الطريقة فإن المبلغ عند تحصيله يسجل بالكامل على أنه إراد وفي نهاية العام يتم تحديد الجزء الذي لم تقدم عنه الخدمة بعد وبالتالي هو لا يخص السنة ويسمى الإراد المحصل مقدما وهو يمثل التزام على المنشأة أو خصم على المنشأة يظهر ضمن الميزانية نتذكر مثال منشأة عبدالله التي قامت بتأجير جزء من المبنى المملوك لها مقابل إيجار شهري قدره 2000 ريال وقبضت يوم 11 الإيجار عن 6 أشهر مقدما يوم 11 وحصلت مبلغ 12 ألف ريال اللي هو الإيجار بتاع الستة أشهر هذه المنشأة قامت بإثبات المبلغ بالكامل عند تحصيله على أنه إراد إذن عند تحصيل الإراد سجل بالكامل على أنه إراد إيجارات وإراد الإيجارات حيث أنه إراد فإن طبيعة الإراد أنه دائم فيظهر دائم في دفتر اليومية إذن الطرف المدين هو الصندوق حيث أتم تحصيل المبلغ نقدا بـ 12 ألف إلى حساب إراد إيجارات وهذا يمثل إراد بمبلغ 12 ألف إثبات تحصيل إراد عقار نقدا يوم 11 سنة 22 نلاحظ هنا أن إراد الإيجارات يمثل إراد إذا نظرنا إلى هذا المبلغ المسجل نجد أنه يخص العامين عام 1422 وعام 1423 نحن الآن في نهاية عام 1422 يوم 3012 نريد تحديد نصيب السنة من هذا المبلغ المبلغ تم تحصيله يوم 11 إلا أنه يخص 6 أشهر أن ينتهي الاستفادة منه يوم 33 في سنة 22 تم الاستفادة من المبلغ بـ 3 شهور وهناك 3 أشهر أخرى تخص العام التالي ثلاثة شهور في عام 22 وثلاثة شهور أخرى في عام 23 إذن المنشأة عندما قامت بتحصيل المبلغ قامت بإثباته بالكامل على أنه إراد وحيث أن الإرادة الذي يخص السنة فقط هو 3 أشهر أي 6000 ريال إذن من الضروري تخفيض قيمة هذا الإراد في نهاية العام إذن نحن نريد قيد تسوية يقوم بتخفيض مبلغ الإراد بدلا من 12 ألف ليصبح كام فقط يصبح 6000 فقط وهذا هو الإراد الذي يخص السنة والذي يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر يترتب على ذلك ظهور 6000 أخرى تمثل بالنسبة لنا إراد محصل مقدما لأنه لم تقدم عنه الخدمة بعد وهذا يمثل خصم يظهر ضمن الميزانية إذن ننتقل إلى قيود التسويات التي تتم في نهاية العام مطلوب من قيد التسوية الآن إظهار الإراد المحصل مقدما اللي هو 6000 وفي نفس الوقت يتم ذلك من خلال تخفيض مبلغ الإراد نفسه إذن القيد بالنسبة لنا الإراد دائن ولتخفيضه يصبح مدين إذن ظهر لدينا إراد الإجارات مدين بالمبلغ الذي لا يخص السنة وهو 6000 هذه 6000 تمثل إراد إجارات محصل مقدما وهو خصم يخص العام القادم لم تقدم عنه الخدمة بعد قدره 6000 إثبات إراد إجارات محصل مقدما أو الخصم يتم ذلك في نهاية العام يوم 3012 نلاحظ أن هذا القيد فعل الآتي ترتب على هذا القيد ما يلي أولا تخفيض قيمة الإراد بدلا ما كان 12000 أصبح 6000 وفي نفس الوقت ظهر خصم جديد هو إراد الإجارات المحصل مقدما نؤكد ذلك مرة ثانية ترتب على هذا القيد ظهور خصم جديد هو إراد الإجارات المحصل مقدما وهذا المبلغ هو الذي يظهر ضمن الخصوم في الميزانية تخفيض إراد الإجارات بدلا ما كان 12000 وهذا المبلغ أصلا غير حقيقي لأن ما يخص السنة فقط 6000 وهو الذي سوف يظهر عليه عقب إجراء هذا القيد بناء على ذلك أصبح لدينا مبلغ 6000 إراد إجارات يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر بالقيمة الجديدة وهي 6000 إذن به قيدة الإقفال وقيد الإقفال بصفة عامة تم إقفال المبلغ الذي يخص السنة سواء كان إراد أو مصروف في حساب الأرباح والخسائر بناء على ذلك فإن الإراد دائن والإقفال يصبح مدين إذن من حساب إراد إجارات بالمبلغ الذي يخص السنة وهو 6000 فقط إلى حساب الأرباح والخسائر وهو الطرف الآخر لعملية الإقفال إقفال إراد إجارات في حساب الأرباح والخسائر يتم ذلك في نهاية العام يوم 3012 نقوم بتصوير الحسابات في دفتر الأستاذ لدينا حسابين حساب إراد إجارات وحساب إراد إجارات محصل مقدما حساب إراد إجارات محصل مقدما يمثل خصم أو التزام على المنشأة بينما أن إراد الإجارات من اسمه فهو إراد المنشأة عند تحصلها للمبلغ قامت بإثباته على أنه إراد عند تحصيله وتم التحصيل يوم 11 فسجلت المبلغ المحصل بالكامل اللي هو الـ 12000 على أنه إراد إجارات وقالت من حساب الصندوق إلى حساب إراد إجارات إلا أنه في نهاية العام تبين أن هذا المبلغ لا يمثل الإراد بل هو أكبر من الإرادة الذي يخص السنة لذلك وجب تخفيضه فيتم التخفيض في الجانب الآخر المدين وهو عكس طبيعة الإراد نتم تخفيض في نهاية العام يتم تخفيض هذا الإراد بالمبلغ الذي لا يخص العام وقدره 6000 وهذه 6000 تمثل إراد إجارات محصل مقدما هذا الإراد الإجارات المحصل مقدما يظهر في نهاية العام في حساب إراد إجارات محصل مقدما بمبلغ 6000 وجاءت من حساب إراد إجارات بناء على ذلك نقوم بعمل ترصيد للحسابات في نهاية العام نجد أن حساب إراد الإجارات كان بـ 12 تم تخفيضه بـ 6 يتبقى به 6 فقط وهي التي تمثل مبلغ إراد الإيجار الذي يقفل في حساب الأرباح والخسائر ومن ثم هو الذي سوف يظهر في حساب الأرباح والخسائر أما إذا قمنا بترصيد حساب إراد إيجارات فهو سوف نجد أن له رصيد جديد قدره 6000 هذا الرصيد هو الذي يظهر في الميزانية ضمن الخصوم نقوم بتصوير حساب الأرباح والخسائر والميزانية حساب الأرباح والخسائر به مصرفات وإرادات الميزانية بها أصول وخصوم وحقوق الملكية في جانب الإرادات يظهر إراد الإيجارات بمبلغ 6000 الذي يخص السنة وهناك زيادة في المبلغ المحصل قدرها 6000 تظهر ضمن الخصوم في الميزانية وتحديدا ضمن الخصوم المتدولة بناء على ذلك ظهر في حساب الأرباح والخسائر المبلغ السنوي والزيادة عن المبلغ السنوي ظهرت ضمن الخصوم في الميزانية ترجمة نانسي قنقر